مرحبا بكم معنا وغادي القيمه اداء حاكم زياش اليوم امام كريستال بالاس وغادي نقوله علاش بوتر ليوم ما ادخل حاكم زياش واشكو كان بوليزيتش اللي هو راه مع طوب دبا ومعني مو صعب وكذلك ستيرلينج اه واشكو كانو ما مو صعبش هادو غايدخل حاكم زياش بالاضافة الفيليكس اللي جاء من اتليتيكو مادريد واشكو كان ما عندوش الحمراء وقادر لشارك اليوم كان غايدخل حاكم زياش اكيدو غادي تكون متابقين معايا بانه حاكم زياش ما غاديش ياخد الرسمية كما كتعرفو النجم المغربي من ليجا بوتر ما اخداش رسمية ومشاركش بعد مباراة مشاركش لهائيين و اه كان اعتقد هذي المباراة التانية اللي كيدخل ولا اللي كيدخل فيها بشكل رسمي حاكم زياش ولكن اليوم كي غادي ما غا تشوفوا على الشاشة بدون يعني كلام بالدليل انه حاكم زياش كي ياخد المرتبة التانية اليوم من بعد كيبا لان كيبا تعرض للجوج ديال تسديدات واللي نقد المرمى ديال تشيسي من جوج ديال الاهداف محققة لكن حاكم زياش كي حصل على الرقم 8.1 وقدم مباراة كبيرة اليوم اه تمريرات لو كان تم الاستغلال دياله بشكل جيد كان تشيسي غادي يربح اليوم نزع الهجومية كانت حاضرة بشكل كبير عند فارق تشيسي اه يعني اه اكترات الفرص لكن قليلات الاهداف هذي بسألة عادية وهذا شيء جميل بالنسبة للنجم المغربي لانه تمريرات اللي مرر اليوم اه العرضية تسديدات اللي يضربها المرمى ويعني وتصدرها الحارس حارس فارق كريستال كذلك حاكم زياش اللي اعطى اسس لها بيرس يعني بدون حاكم زياش اليوم ما كانش تكون حلول وبالتالي هو اللي كان حاضر لكن بوتر كان اعتقد ربما يغير نظرات دياله الحاكم زياش وعلى الاقل يبقى يدخل بشكل رسمي مش مشكل انه يخرج دقيقة سبعين ولا دقيقة خمسة وستين ولا ده مش مشكل ولكن انه يدخل بشكل رسمي لانه يستحق الرسمية وهذا هو اللي شبنا مع حاكم زياش اشتركوا في القناة